طيب النهاردة الدكتور احمد جبالة قال طبيب النادي الاهلي قال ان خلاص السلاسي عمر السلية وكريم ندفد ومحمود متولي مش هيلحقوا مباراة المصري في الجولة الاولى بسبب الاصابة وان هم دلوقتي بينفزوا برنامج علاجي وتأهيلي لتجهزهم للمشاركة فيما هو قادم بعد مباراة المصري هو قال طبيب النادي الاهلي قال انه كريم ندفد يعني عنده مزق خفيف يعني في العضلة الامامية وهيخضع ليه برنامج تأهيلي وعمل السلاسي عمل اشعة جديدة امس وعنده مزق في العضلة الخلفية واما محمود متولي فعنده اصابة خفيفة وعنده تحسن مستمر في هذه الاصابة اللي اتعرض لها في العضلة الامامية انتعارفين كمان ان كهربا وحسين الشحات هيغيبوا عن هذه المواجهة بسبب الاقاف غيابات كتيرة للنادي الاهلي وصعبة يعني وصعبة بالمناسبة حتى هذه اللحظة كمان غالبا صلاح محسن مشاهل حق هذه المواجهة اريد تصريحات النهاردة لكابتن عامل حسين ان صلاح محسن كمان موقوف وبالتالي وبالتالي بنسبة 99% مودست الوافد الجديد للنادي الاهلي هيبدأ في هجوم النادي الاهلي في مباراة المصري غدا في زل غياب كهرباء وايضا غياب صلاح محسن